يشير معدل التكاثر الأساسي أو R0 الذي يظهر مدى سرعة انتشار فيروس ما إلى متوسط عدد الأشخاص المتوقع أن تنتقل إليهم العدوى من شخص مصاب يحتسب R0 بالاستناد إلى ثلاثة عوامل الفترة المعضية للشخص المصاب معدل الاتصال بين الأشخاص يوميا وخطر انتقال فيروس أثناء الاتصال للحد من الوباء والقضاء عليه يجب أن يكون معدل التكاثر أقل من واحد ما يساهم في كسر سلسلة انتقال العدوى أما إذا كان يساوي واحد فهذا يعني أن المرض باق من دون أن يتحول إلى وباء وفي حال كان المعدل أكثر من واحد فذلك يشير إلى أن الوباء يتفشى ترجمة نانسي قنقر